تفشي الأوبئة الفيروسية وتسجيل عشرات الإصابة والوفايات بفيروس كورونا المستجد في التعز يقابله عدم مبالاة واستهتار من قبل الغالبية كما تغيب معه مظاهر الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدى معظم السكان هنا الظروف المعيشية عندنا هنا باليمان لا تساعد المواطن أن يحقر نفسه أو يشتري كمامات الكمامات طبعا هي عبارة عن ست ساعات تقدر البيع لا يقدرش أنه يشتري كمامات لا يقدرش يا الله وبقت يومه يعني قدر المستطاع الذي قادر يفعله أنه يحافظ على نفسه بالتغذية يقوي مناعته فقط لا غير هذا الذي قادر المواطن لمن يفعله يعني المعيشية الغلاء قرعة وراء قرعة يعني لا يقدر أن الناس يأكلوا ليس لله يتكمموا مشاهد اكتظاض الأسواق العامة وأسواق القاتل على وجه التحديد حيث لا تزال تسير الحياة بشكلها الطبيعي في ظل انتشار الجائحة يعكس مدى غياب الوعي المجتمعي فيما يرجع البعض هذه التصرفات إلى عدم جدية السلطات في تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها لجنة الطوارئ وتجاهل إلزام السكان بتنفيذها تعلمون أن هناك ازدحام في الأسواق دليل أنه لا تقدر أي إجراءة من إجراءات السلامة ولا هناك إجراءات صارمة من قبل السلطات وهناك تساهل مما أدى إلى الانتشار المتزايد والسريع في مراكز العز والناس يموتون ويتوفون في منازلهم كذلك هناك ما زالت فرق الاستقابة لا تقوم بما هو عليها من عمليات الفحص ومتابعة المخالطين هذا أدى إلى الانتشار والخوف والرعب لدى بقية الناس على الرغم من تكرار المنشدات الطبية وتحذيراتها من مخاطر انتشار كوفيد 19 في المدينة إلى جانب عدد من الأوبئة المنتشرة تتسع دائرة المخاوف من اندفاع نحو كارثة وبائية محتملة يعمل العديد من الأطباء بشكل مكثف على إنقاذ ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة من السكان وسط منظومة صحية مدمرة أصلاً بسبب الحرب بينما تسهم مثل هذه الأسواق وغياب التباعد الاجتماعي في انتقال العدوى إذا ما استمر على هذه الحالة حمزة أمين قناة بالقيس سعي